أعوذ بالله السميع العليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار المتفرد بالجلال والإكرام الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلى الله عده لا شرك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا ظالم أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع أسئلة إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات السيد عمار من ولاية ميلة وتحيي طيبة لأهلنا بميلة يقول شيخنا الفاضل أنا رياضي أصبت بتشنج عضلي وأقيمت علي عملية جراحية فالآن يتعذر علي الركوع ولكن أستطيع القيام فنطلب من حضرتكم أن تجيبونا كيف أصلي كيف أصلي الصلاة الصحيحة في هذه الحالة بارك الله فيكم هنا عمار يقول من ولاية ميلة وتحيي طيبة لأخينا عمار ولي إخواننا في ميلة يقول باللي أنا رياضي كما تعالفوا الرياضي ربما ما كي دير حركة يصانوا نوع من التشنج أو ديشيرو المشكلاغ يعني التشنج عضلي يقول اضطريت أنه قدرت عملية واجروا لي عملية جراحية بالصح الآن قال لي طبيب اللي ما تخذش تركع ولا تسجد تطرق غير تقوم تقدر تصلي قايم يقول كيفاش نصلي كيفه نصلي أول حاجة نقول له نصالها العظيم 14 عظيم أن يشفيك وأن يشفي سائر مرضى المسلمين يقول كيفه نصلي أول حاجة لازم ننبه باللي العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ذكروا أنه من القواعد العلمية قالوا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم بمعنى الإنسان لما يقدرش يركع بصح يقدر يقوم يقول له لابد تصلي قايم لو تصلي جالس صلاة باطلة مدام تقدر تقوم واضح هذا اللي ما يقدرش يصلي قاعد بصح يقدر يسجد ونقول له ما عليش اجلس واسجد وما تصليش قاعد ولا واقف مواضح الصورة العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقولوا الإنسان اللي عنده يعني مشكلة في جسد تتياعو يقسم العلماء إلى سبع أحوال سبع أحوال كأن أربعة أحوال هي على الوجوب يعني وكان يأخر ويكون قادر على جيء حالة ويروح للحالة اللي بعدها صلط باطلة قالوا أولا أن يصلي قائما مستقلا صلي قايم مستقل ما تعتمدش ما تتكاش على عصاة ولا تتكالها بحيث أنه أزيلت العاصة تسقط قال من كان مستطيعا أن يصلي قائما استقلالا لا يجوز له أن يصلي مستندا لو صلى مستندا بحيث لو أزيلت ذلك العمود أو ذلك الذي استند عليه سقط صلطه باطلة إذن الصلاة قائما استقلالا ثم الصلاة قائما استنادا اعتمادا ثم الجلوس استقلالا واحد اللي قادر يصلي قايم مستند قادر تصلي قايم على عصا معليش ما يجوزك تجلس لو تجلس صلطك باطلة واضح لأنه روح للحالة اللي بعدها وانت قادر على الحالة اللي قبلها لو واحد قادر يصلي قاعد بلا ما يستند بلا ما يتكى لو صلى متكئا معتمدا صلطه باطلة قالوا هذه الأحوال الأربعة هي عن الوجوب إذن الصلاة قائما بالاعتماد الرحالة الثانية الصلاة مع الاعتماد الثالثة الصلاة جالسا بدون اعتماد الرابعة الصلاة قاعدا أو جالسا مع الاعتماد واضح الصورة الآن المستلقي قالوا الاعتماد واحد ليعتمد يكون جالس يعتمد إما يعتمد على اليمنى وليعتمد على اليسرى وليعتمد على الله ظهره ما يضيش يشد روحه واضح الصورة هنا يجوزلوا هالثلاثة الأمور لا حرج هي على جهة الاستحباب هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تباره و أدلة في ذلك كثيرا منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه و هذا الحد يرويه كذلك الإمام النسائي في سننه و يرويه الإمام أحمد في مسنده أن عمراء بن حسين كان مريضا بمرض البواسير فاستأدن من رسول الله فقال رسول الله أنا مريض فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام و ماذا قال له قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واش قال له النبي عليه الصلاة والسلام جبله الترتيب انت قادر تصلي واقف مجلس تصلي قاعد لو قادر تصلي قايم معتمد مجلس لك تصلي قاعد بدون اعتماد لو قادر تصلي جالس بدون اعتماد يجب لك أن تجلس جالسا بالاعتماد أكد يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الآن في الاتكاء إذا كان هو مريض مسكين ما يقدش إما يصلي معتمد على هكذا متاجع على يمينه وعلى ياساره وعلى ظهره المستلقي هذا العلماء قالوا الأفضل أنه يستلقي على يمينه هذا على جهة المندوبية للحديث الذي يرويه لبخاري ومسلم طريق أمينا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامنا في كل شيء نعم السؤال الثاني السيد أو الأخ عبد الحميد من ولاية البوليدة يقول شيخنا الفاضل هل نقول عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أو نقول ربنا لك الحمد لأنه وقع اضطرافي هذا لا أدري أي الصغتين أفضل هل نقول ربنا ولك الحمد أو نقول ربنا لك الحمد يقول أخونا عبد الحميد كنجي نصلي ونرفع من الركوع تقول الله أكبر تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم تعرفوا بل يصلي وحده فذن يجيبهم للزوج سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إذا صلي إمام تقول غير اللولة تقول تسميعه تجيب سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد وحكذا يقول العلماء علم رحمة الله تبارك وتعالى والتسميع وش حكمها هي سنة خفيفة يعني لو الإنسان تركها أصلا صلاته صحيحة ولا يترتب عليه سجود انتبهوا لو واحد انسى بشي يقول سمع الله لمن حمده ولنسى يقول ربنا ولك الحمد لا صحيحة تركتم سنة خفيفة أو مندوبة فهذه إن شاء الله لا حرج فيها ومش يقول يقول وش نقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد نقول أولا ورد هذا وورد هذا ورد في رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من الركوع يقول ربنا لك الحمد بدون واو وورد ربنا ولك الحمد لك لحل في الروايتين أنظر العلماء على مدرستين كان واحد للمدرسة حبه يرجحه قال حبه يقول ربنا لك الحمد هو أحسن كان يقال ربنا ولك الحمد أحسن ولكن أكثر العلماء قالوا هذا من باب اختلاف التنوع انتبه من باب اختلاف التنوع يعني طارة الإنسان يقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد شوف كين واحد المعنى ذوقي لما تقول ربنا استحضر أنك مع الله خلاص كتكون مع الله ما عندكش وقت دير الواو لك الحمد ربنا ولك الحمد بتجمع بين عبادتين عبادة النداء وعبادة الحمد ربنا ولك الحمد إذن نقول الخون عبد الحمد أن كلا الروايتين صحيح كلا الروايتين صحيح ولا ترجح بينهما لأنها من باب اختلاف التنوع فبحسب ذوق الإنسان بحسب ذوق الإنسان إن شاء الله لاحى رجل لو قلت ربنا لك الحمد بنواو أو قلت ربنا ولك الحمد والله نسأل يهدينا سواء السبيل والله نسأل السداد والرشاد والخير للبلاد والعباد والله نسأل يجعل بلدنا آمن وسائل بلاد المسلمين والله نسأل يسترى العيوب ويغفر الذنوب ويفرج عن الكروب وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا